يعني نقول العبيد الخاسر الأكبر عبيد الوسمي ما تقدر تقول خاسر ولا تقدر تقول رابح يعني الانتخابات بالنهاية نتيجة الصناديق دائما تأتي لها مفاجآتها لكن عبيد الوسمي أنا سابق تكلمت عندكيني فما بعيد التحليل مثل ما تقول نهجة السياسي ولكن الرجل وجهة نظري أنا اجتهد في محاولة استثمار التوافقات ومستقبلا الرجل ما أخذ الوقت الكافي يعني همحل المجلس بعد قطع طريق على بعض ما شو يسمونه الخاسر الأكبر لا ان شاء الله ما فيها الخسارة خسارة العمر طعمك خسارة الخسارة خسارة أنك تخسر مصداقيتك وتخسر نفسك أمام السامي مستعارة تضع طوق على رقمتك بس بعض يقول خسر اتبين بالانتخابات إذا كان مفهوم الخسارة الصناديق فاتبين بالانتخابات وإذا كان مفهوم الخسارة خسارة المبادئ وخسارة مصداقية النفس فالرجل عند نفسه مو خسران ما حد يختلف أنه فقط خطاع كبير من شعبيته اللي كانوا يأيدونه وكسب خطاع آخر من شعبية ناس مغايرين من اللي فقدهم لكن تعال على تغريدة له ألف رد عليه كل خمسين اسم مستعار تلقى لك اسم حقيقي وبعدين يقولك شوف ردود الناس عليه هذا الشارع ما يبقى هذا السلوب ما يعكس رأي الشارع بقدر ما هو يحاول أن يضلل وهو فعلا سلوب مؤثر وصف أحد الباحثين في كتاب صدر دكتور أمريكي كتاب ضد الديمقراطية قسم الناخبين قال فيه ناخبين ما لهم اهتمام في السياسة وفيه ناخبين لهم اهتمام أكثر من الناخب هذا لكنهم يتعاطون مع الأخبار بتعصب على طريقة مشجعين الأندية الفريق الأحمر الفريق الأخبر ولديهم تحيز مسبق ويظلمون الطرف الآخر وفيه ناخبين متجردين من الانحيازات العاطفية وهم أحق الناس بالتصويت يقول حلنا نبي نخلي بس هذول الثالث وسماحكم العارفين أن هذول أحق بالتصويت هذول ما يستحقون لأنه ما يقودون العملية السياسية إلى النمو والازدهار فأنت لما تجي على مثل هذا التضليل الإعلامي فيه القطاع الأول هذا لما يشوف هذول المتعصبين يتلعبون بالسوشال ميديا ويضخون سامي وهمية هذا يصير عنده يقول فيه ناس مثلا راضي على العبيد الوسمي عرب فكرية أي وراضي على العبيد الوسمي مثلا يقول أداءه عقلاني يبقى يلعب على التوافقات الحكومية النيابية ويحرك على الأقل الملفات التنمية